بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمه أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو أنتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته لدينا واحد الوصفة رائعة وأكثر من رائعة وصفة اللي غادي تحيد لك النحس واتطرد عليك التوابع وإن شاء الله الناس اللي محجوبين على الزواج ما تشوفهم الشطاب أو البنات اللي عندهم توقيف الحال لا في العمل ولا في الزواج ولا في العلاقات أما المرأة اللي منطلقة وبغادة تعود تزوج تيصالح لها هذه الوصفة أما السحر التفريق هو المئة في المئة صالح لها هذه الوصفة المرأة اللي عندها نفور بينها وبين الزوج ديالها ودائما غير مقبولة معه دائما ما عنداش حدود مع الزوج ديالها وعندها قلة المحبة وعندها السحر التفريق إذن غادي ندرو هاد شليلة وفي نفس الوقت غادي تبطلي بها الطريقة اللي غادي نعطيكم هاد الوصفة مجربة مني مجربة رائعة وأكتر من رائعة إذن غادي ناخد وعاء فيه ماء وعاء يكون ماء صافي من الحنفية أو من الصنبور أو الناس اللي عندهم ماء البير يحاولي ياخدوا ماء البير أو ماء الشتائر رائع غادي ناخد المكونات غادي ناخدهم من عند عطار عشر دلاهم يجمع لك هاد المكونات إن شاء الله غادي نتكر لك المكونات اللي خاصة تشري ولكن هادك الصورة اللي في الماء غادي نهزوا الصورة وغادي نكتبوا فيها هذه القراءة اللي غادي نقول لكم إذن غادي تكتبوا فيها واحد الآية لإبطال السحر ثلاث مرات غادي تقرأوا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله اللهم إبطال عني السحر المعمو السحر المنع الزواج أو الناس اللي عندهم سحر التفضيق الدكري السحر اللي حزبي وغادي إن شاء الله نحط هذه الصورة في الماء غادي إن شاء الله ناخد هذا العشوب اللي غادي نشرهم من عند العطار غادي نوضعهم في الماء بعد ما أنني نكتب ونكتب اسم اسمي واسم الأم ديالي فهذاك الماء إن شاء الله في هذه الصورة اللي خديتي غا تحاولي أنك تكتبي اسمك واسم الأم ديالك تكتبي ما جئتم به السحر إن الله سيبطله أنا فلانة بنت فلانة اللهم ابطل عني جميع التوابع بحقي محمد وآلي محمد إن كان السحر التفريق وإن كان السحر الخيوبة أو إن كان السحر تعطيل الزواج وإن كان سحر تعطيل العمل اللهم ابطل عني جميع التوابع وغادي نأخذ المكونات المكونات ساهلين مهلين عطار غادي تقولي لي أعطيني الورد أعطيني القرفة أعطيني الخزامة أعطيني البابونج العرعار يلي ما تخلي العار عدنا أوراق الصدر عدنا أوراق الغار عدنا إن شاء الله بحول الله وقوته القرنفل المصمار ركين في الصورة شوفوا رائع أكثر مرائع غادي نأخذ المكونات اللي غادي إن شاء الله نوضعهم في الماء غادي توضعهم في الماء على النية ديال أنكم غادي تقرع لهم أتقرع لها صورة الرحمن على ذاك الوعاء اللي غادي نخوف فيها المكونات وصرغينا ما تنسوش صرغينا تتحيد توابع تتحيد المانع تتحيد الحاجة اللي عندك متبوعة فيها وعدنا أوراق الصدر يبطلون السحر الورد تجلب القبول عدنا الخزامة رائعة في الإبطال عدنا العرعار وهو رائع في الإبطال عدنا إن شاء الله بحول الله وقوته عدنا الخزامة والعرعار من أقوى العشوب طاقة إيجابية في كل الأمور وغادي إن شاء الله نوضعهم في هذاك الوعاء غادي نقرع لهم صورة الرحمن عروسة القرآن وغادي نقرع لهم اسم يا جامع يا جامع يا جامع والصورة الوسط اللي كتبتي فيها ثلاثة المرات ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله وغادي تكتبي الاسم ديالك أنا فلانة بنت فلانة اللهم ابطل عني جميع الموانع إن كان السحر وإن كان عين كانت تابعة اللهم ابطلها عني وغادي نوضع كل شيء في هذه الصورة اللي حطيتها في هذه الوعاء غادي نكتب كما وريتكم غادي تكتبي تأخذي قلم أخضر وتكتبي وراء الصورة وتوضعي هات الصورة را ديجا خدمنا بها في المنزل را ما بقاش فيها ما بقاش فيها الصورة ما بقاش تمحات ولكن غير غادي نصور بها وغادي نوريكم طريقة كيفاش غادي نديروا لها إن شاء الله إذن غادي تخوي المخونات كلهم على هذه الصورة المخونات كلهم غادي تخويهم على هذه الصورة بالنية الإبطال وبعد ما قريسي عليهم صورة الرحمن كاملة وغادي تقري اسم الجامع مئات مرة وغادي تقول الدعاء اللهم بحقي صورة الرحمن عروسة القرآن وبحقي اسم الجامع أن تجمع بيني وبين شخص معين زواج أو تجمعني بعمل أو تجمعني بشخص معين ديره في الخاطر ديالك أو تجمعني بأمنيتي شوف الأمنيات شنو بغيتي زواج عمل وتحاول أنك تحطي اليد ديالك في ذاك الوعاء ونتي تتقري على النية اللي بغيتي إذن غادي نحاول نقسم هذا الماء إلى قسمين قسمين الصورة غادي نوضعها في الكوكوت وغادي نوضع معها قسم من هذا الماء اللي حطيت فيه المكونات غادي نتبخها ثلاث أيام غادي نتبخ ديالها غايكون ثلاث أيام لأنني بغيت نبطل السحر عشر دقائق فقط وغادي نفتك عشر دقائق يتتبخ ونتي تتقري الآية الآية ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله للمرأة المطلقة أو بغيت تزوج اللهم بطل عني جميع التوابع اللي موقفل لي حالي في الزواج أو بغيت نعود نزوج أو أنني بغيت أرجع للزوج ديالي أما هذه الصورة رغيت تلقوها محية لأنها خدمنا بها حيدنا منها إلى التمحات لكم بحلقة في ثلاث أيام ما عارفوا أن تبضل لكم هذا الشيقاء اللي عندكم بالسحر أو العين أو الحسن إذن تغتصيها وقتما قليسج عليها parenting وضعها في سطح البيت إذا لم تكن لديك سطح البيت طول sexual 本当ي وضعها في الشرفة أو في باركون اللي مأ�دي غادي يغطيها ويخليها ليلة كاملة في الغرفة ديالك لائش ي اتبطيها جميع الأسحار وغادي بحاول الله صباحا غادي تنزليها من سطح البيت وغادي توضعي النص ديالها هذي ان شاء الله ككورت وتوضعي النصف ديال هذك الماء هذك الماء الاخر غادي منتساري في ثلاثة ايام هذك الماء هتكوني وضعتيه بشي قننة وخليتيها على جنب هتلقاي ترقاد و هذو كله دوك العشوب ترقتو وغادي تحاولي تصفي هذك الماء وتشلي به في الغرفة ديالك وتجمع الماء ديال هذك الماء المقرية عليه صورة الرحمن وغادي تلوحي الماء في مكان عاشب اما المكونات غادي تنشفهم في الضل وترفعهم معك إما في الحقيبة إما في حمالة الصدر أما هذك ثلاثة أيام لاتبختي فيها الصورة غادي كله عشر دقائق غادي تبخيها كل يوم مرة تبخيها في الصباح مرة تبخيها مع عصر إذا عندك ثلاثة أوقات حاولي انك تبخيهم فيه فيها هذه الصورة بعد لقيتها تفسخات عرفي رأي أن الصورة تفسخات وعرفي بأن هذه السحرة تبضل غادي تقطعيها وتحرقيها خاصة تحرق لأن الصورة ما تبخ لاش في مكان يكون فيه قمامة ستحرقها لأنها فيها كلام الله ما جيتهم بالسحر وفيها الاسم ديالك ستحرقها وذلك الرمض ديالها ستلوحيهم مع هذك المقونات هذك المقونات لتبختي في الكوكورت أما إلا بقى ماء من هذك الكوكورت ستلوحي في مكان عاشبهم وهذك العشوب وذلك المحروقات ديال الصورة أما المقونات اللي تشللت بهم ستكون مصفية مقبل و ستلوحي الماء أما المقونات سترفعهم معك إذن الوصفة ديالي بينا إلى درسوها رغض ترد عليكم جميع الموانع الشي الصورة هي تبطلات بعدما سبخناها وحيدنا درناء ابطال سبحان الله لها طاقة إيجابية تتحسي بالفرق تتحسي بأنك دخلت عليك واحد صرور تتوقف الحال ربي تيفتح لك الباب تيعطيك الله إشارات على هذا الشي اللي درتي بزر الحويش يكونوا بعد عليك وتيقربوا بزر الإشارات تيجيوك حتى لما كتيش يتباني الخطاب تبال لك شو واحد في طريقك إما ابتسامة إما كلام إما تعطيك الله إشارات بأن هذا المانع أرى زحتية على طريقك إذن حاولوا أنكم تدروا هذا الوصفة على النية لله سبحانه وتعالى لأنها فيها غير كلام الله وفيها عشوب ديالله فيها الشركية ثلاثة حاجة فيها غير طاقة إيجابية اللي غادي تعطيك إن شاء الله طاقة الرحمان وتنزل عليك الرحمة وتفتح لك بزر البيبان إذن أحبابي ما تنسونش باللايك ما تنسونش بالدعم لأن الناس اللي سيشوفوا الفيديوهات ما تيخلوش لايك وللايك ربما سنتخلصوش عليهم ولكن دعم من المتابع اللي تقدر هذه القناة يا ربي يعونكم إلى عونتونا باش نزيدوا القدام إن شاء الله ما بغيناش نطيحوا في الركون ولكن دعم من أحباب شفية المغربية خلونا اللي لايك بارتاجوا الفيديوهات لعله وعسى يجي الخير على يدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر